بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جميعين The Body Mass Index مؤشر الكتلة في الجسد نتحدث اليوم عن Body Mass Index بالنسبة للبالغين وكيف نحسبها وكيف نعبر عنها ونفسر هذا المؤشر للبالغين وإيش العواقب الصحية للمصابين بالسمنة للبالغين بداية Body Mass Index عبارة عن وزن الشخص بالكيلو جرام مقسوم على الطول بالمتر مربع Body Mass Index بشكل رخيص وبشكل سهل بعبر لنا كطريقة بتعبر عن الأفئات الوزنية اللي هو الـ Underweight اللي وزنه قليل والوزن الصحي والـ Overweight اللي هو الوزن الزائد والـ Obesity Body Mass Index does not major body fat directly المؤشر الكتلة للجسم ما بقيس بشكل مباشر الفات أو كمية الفات بالجسم ولكن الـ Body Mass Index بشكل متوسط له علاقة بشكل مباشر بقياس الفات في الجسم وبذلك يظهر الـ Body Mass Index أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالنتائج التمثيل الغذائي والأمراض المختلفة مثل قياس المباشر لسمنة الجسم كيف بنحسب الـ Body Mass Index اللي هو عبارة عن وزن الشخص بالكيلو جرام مقسوما على الطول بتربيع هذه الفورمال أو المعادلة أو العلاقة لا تطبق على الأطفال والأخص العمر أقل من 20 سنة نتابع هذا المقطع نضع عبارة عن مقطع تطبيق للـ Body Mass Index سوف نفتح موقع Vertex 42 سوف ننزل تحت سوف نوقع بهذا الشكل نضغط على Metric عشان نجينا للطول بالسنتيمتر والوزن كيلو جرام ندخل الطول نقل 170 الوزن نقل 70 كيلو جرام نضغط على Body Mass Index 24.220 في المنطق اللواج في النورمال نقل للوزن 80 الـ Body Mass Index 27.6 في الأوبرويت وزن زائد نقل 90 و 31.1 في الأوبيز عندهم سمنة كيف بتم تفسير مؤشر كتل الجسم للبالغين للأشخاص اللي عمرهم للبالغين اللي عمرهم عشرين سنة أو أكتر الـ Body Mass Index بتم التعبير عنه باستخدام الـ Standard Weight الوزن المعياري status category هذه الفئات متشابهة بالنسبة للرجال والنساء وكل الأعمار الـ Body Mass Index أقل من 18.5 رح يكون Underweight من 18.5 لـ 24.9 رح يكون في Normal or Health Weight من 25 لـ 29.9 Overweight رح يكون الوزن زائد ومن 30 وأكثر رح يكون عنده سمنة قياسات أخرى ولكن بتصنيفات أخرى للـ Obesity الأشخاص اللي عندهم من 30 لـ 34.9 قولنا بكون Obesity ولكن Class 1 في من 35 لـ 39.9 Class 2 أكثر من 40 Class 3 طبعا الأشخاص اللي عندهم Obesity Class 3 رح يكون عندهم مواقب صحية أكثر من Class 2 أكثر من Class 1 طيب إذا كان عندنا شخص رياضي or other person with a lot of muscles or muscle has a body mass index over 25 in that person still considered to be overweight إحنا قلنا إنه إذا كان من 25 لـ 29.9 overweight يعني عنده وزن زائد يعني pre-obese حسب الجدول اللي هنا pre-obese طيب أقول لك الأثنتيكس may have high body mass index because of increased masculinity rather than increased body fatness يعني عندهم نسبة المسلز أو اللي هو العضلات أكثر من دهون الجسر وبالتالي بشكل عام الperson اللي عنده high body mass index like to have body fatness and would be considered to be overweight or obese يعني بالشكل عام اللي عنده high body mass index أو مشكلة الجسم عنده عالي رح نعتبره overweight أو obese but this may not apply تؤث ليش ما بينطبق على الرياضيين لأنه عندهم زي ما قلنا نسبة العضلات أكثر من نسبة الدهون في جسرهم وبالتالي رح تكون وزنهم عالي ولكن نسبة الدهون رح تكون أقل طيب يجب على مقدم رعاية الصحية المتدرب إجراء تقييم تقييمات صحية مناسبة لتقييم الحالة والمخاطر الصحية للفرد أن كل شخص له تقييمات خاصة به ما هي العواقب الصحية للسمنة على البالغين الناس الذين لديهم نسبة العضلات رح يحدث عنده ارتفاع في ضغط الدم ورح يرتفع عنده الـ LDL والكوليسترول ورح ينخفض اللي هو الضار هذا ورح ينخفض عنده الـ HDL الكوليسترول الجيد أو الدهون الثلاثية رح تكون عنده حالة بنسميها ديسليبيديميا دهون في الدم السكر من النوع الثاني الذي لا يعتمد على الأنسولين والكوليسترول أمراض في الشريان التاجي ممكن أنه عنده جلطات تسبب الموت والقال بلادر أمراض في المرارة وأيضا أوستيوارثيرايتس رح يحدث عنده بريكداون في كارتلج أن بون وذين جوين رح يحدث عنده مشاكل والتهابات في الغضاريف والعظام اللي موجودة في المفاصل سليب أبنية بريثينج بروبليم رح يحدث عنده انخناق أو اللي هو علم قدرة التنفس أثناء النوم أو رح يحدث عنده مشاكل في التنفس كرونيك انفليميشن واند انكريز وكسجيتف استرس سليب أبنية التهابات مزمنة بالإضافة ضغط الأكسدي باختصار رح يحدث عنده المضادات الأكسدي رح تقل وبالتالي سهولة حدوث الأمراض رح يحدث سريعة بعض السرطانات مثل الاندومترية سرطان الرحم بريست سرطان الأفداء كولون سرطان القلون كيدني في الكليا وفي القالة بلاذر في المرارة وفي الكبت حياة تعيسة الإكتئاب السريعي قلق توتر بالإضافة للمشاكل العقلية ألام في الجسم وصعوبة في الأداء الوظيفة الفيزيائي لا تنسوا لتنسوا للعمونا بلايك شير وسبسكرايب شكرا على المشاهدة